بسم الله الرحمن الرحيم أسعد وإياكم في بيان بعض المسائل التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتعلمها أولى هذه المسائل لعلي أذكر بعض المستحبات التي ينبغي للقائر أن يفعلها عند تلاوتي لكتاب الله سبحانه وتعالى أولى هذه المسائل يستحب للقارئ إذا راد أن يقرأ أن يجهر بالقراءة لأن والمقصود بالجهر بالقراءة هو أن يرفع صوته بذلك حتى يحرك بها القلوب وليس المقصود أن يؤذي من بجانبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة والمقصود هنا أن يجهر بمعنى أن يتدبر كلامه سبحانه وأن يرفع بها صوته ليحرك بها قلبه وقد جاء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يرفع بها صوته ويجهر بها صوته كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله ومن الأخطاء التي يفعلها بعض الناس أنه حينما يقرأ القرآن تجد أنه يقرأه بالنظر ولا يحرك شفتيه وقد سبق أن ذكرنا بيان بعض هذه الملاحظات المستحب الثاني أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن وقبل أن يقرأ أن يتسوك بالسواك وهذه سنة أجمع عليه الفقهاء الأربعة من المحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقد جاء عند البيهقي بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستك فإن الملك يضعفاه على موضع في القارئ فما خرج من في القارئ دخل في فم الملك وهذا يدل على أنه ينبغي للقارئ قبل أن يقرأ أن يستاك بالسواك ومن المسائل التي ينبغي للقارئ أن يتأدب معها وأن يفعلها ويستحب له فعلها هو الاستعاذة فيتعوذ عند قراءته للقرآن سواء ابتدأ في السورة أو كان في أثناء السورة فإنه يستحب له أن يتعوذ وأما البسملة فإن البسملة المعروف عند أهل العلم تشرع عند بداية كل سورة ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بداية السورة عندما ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم أو كما قال صلى الله أو كما قال رضي الله عنه لكن هل يبدأ الإنسان بالبسملة عند قراءته لأول سورة التوبة المعروف عند أهل العلم أنه لا يشرع للإنسان أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة التوبة بل حكى بعض أهل العلم التحريم في ذلك وذلك لأننا مأمورون بالتعبد بما بين دفتي المصحف وليس في المصحف في بداية سورة التوبة أن يقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا فإن المشروع في عند قراءة بداية كل سورة أن يقرأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم وأما في الفاتحة فتتأكد لوجود الخلافة الذي فيها وإن كان الراجح أنها ليست من الفاتحة ولكن ينبغي للإنسان أن يفعلها ولكن تمت مسألة وهي أنه لماذا لم يقرأ الإنسان البسملة عند بداية سورة التوبة المعروف عند أهل العلم كما قلت أن ذلك منهي عنه على خلاف بين الكراهة أو التحريم لكن لعل من أسباب ذلك كما أشار الإمام القرطبي وابن كثير أن جبرائيل عليه السلام لما نزل إلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وبهذا أمرنا بالاتباع لا بالابتداء لعل في هذا كفاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقني وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر